بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ايه حكاية الدور التاني مع قولة وتانية سنويا يسميننا اخبار كتير بتقول ان الدور التاني هيتلغي وفي اخبار بتقول لا الكلام ده مش صحيح طيب في الفيديو ده انا هريحكم ان شاء الله وهقولوكو المفيد من حيث موضوع الدور التاني نركز كده مع بعض اول حاجة ونصليى عن النبي عليه الصلاة والسلام ونبتدي worrying about the ﷺ ونبتدي نتكلم على الدور التاني ايه اول حاجة؟ إيه اللي أثر الموضوع ده أو قال إن مش هيكون فيه دور تاني وهيتم إلغاؤه هو الإعلامي والخبير التربوي أحمد سلامة نشر بوست على الفيسبوك عنده وهنشوف تفاصيل البوست ده وبعد كده بعد ما نشوف التفاصيل هقول لكم إيه اللي حصل من حد داخل الإدارة التعليمية هو على صفحته الحقيقة كتب إيه كتب وصلني الآن من أحد العاملين داخل مقار بوزارة التربية والتعليم إنه سوف تصدر تعليمات غدا إن شاء الله أو يوم الأحد الكلام ده من 23 ساعة يعني يوم الحد على الأكثر بتعديل نتيجة جموع طلاب الصفين الأول والتاني السنة ليصبح إن كل من حضر الامتحان يبقى اكتياز أما اللي ما حضرش فهو كده راصف في المادة إنت لو حضرت وحكيت الدنيا وشهيلها دور تاني بناء على كلامه إنه هو هيكون اكتياز ركز بس معي وهو بيقول إيه بيقول رغم شدة استيائي من هذا القرار الأهواج وتلك الأفكار العميقة التي لأسف هتضر مستقبل كافة الطلاب وبتضرب بمبدأ تكافؤ الفرص عرض الحق ولكن في الآخر يعني بيقول مبارك عليكم جميع النجاح المهم دلوقتي يا شباب بنتو بتسألوا أكيد هل هيكون فيه إلغاء للدور الثاني بصوا من حد مقرب مني من الإدارة التعليمية أنا سألته قال مفيش كلام ده رسميا مفيش نشرة رسمية من وزير التربية والتعليم بالكلام ده حد اللحظة أنا بكلم فيها ديت مفيش أي حاجة رسمية داخل الإدارة بتقول الكلام ده يعني من الآخر كده مفيش حاجة رسمية من وزير التربية والتعليم بتقول الكلام ده ولا في منشور راح للإدارة بيقول برضو الكلام ده أنا مش عايز أحبطكم ولكن أنا مش عايزك تعيش الوهم ممكن نتفاجأ أن يوم الحد وزير التربية والتعليم ينزل قرار بأن كله خلاص كده اكتياز ولكن الواقع والحقيقة هو اللي أنا بقوله ده وأنا عارف أنه فيه كتير ممكن يزعله مني ولكن فعلا ما فيش كلام رسمي ولا من داخل الإدارة ولا من وزير التربية والتعليم وممكن نتفاجأ أن وزير التربية والتعليم على صفحيته يحط منشور يقول كل ما يشعارف ما نشرة من الكلام ده كل دي إشعاد فإحنا هننتظر يوم الحد إن شاء الله ونشوف هل هيحصل فعلا تعديل نتيجة وكله يبقى اكتياز خير وبركة يبقى الموضوع خير والحمد لله أن هي خلصت على كده الله المستعان وهتابع معاكم إن شاء الله مش عايز حد يقلق الله المستعان واشوفكم في فيديو جديد